استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبركات بحلول شهر رمضان المباركة وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين داعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وعلى سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقية كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبركات بالشهر الفضيل من عدد من كبار المسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبركات بشهر رمضان المباركة وتقبل سموه التهاني والتبركات من المواطنين وأبناء القبائل ورؤساء ومدراء الشركات العاملة بالدولة وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة داعين سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه باليمن والبركات حضر الاستقبالات عدد من الشيوخ والمسؤولين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر